اشتركوا في القناة للشبابنا ان شاء الله يعني في خلال ست ايام او مثلا اسبوع او عشر ايام ان شاء الله هتخش الامتحان ان شاء الله وتعاود اللي فاتك وتلحق تنسيقك ان شاء الله وتقدم مع زميلك ويعني ان شاء الله تلحق وتزبط دنيتك ان شاء الله وتلحق المعهدك او الكلية ان شاء الله اللي نفسك فيها بامر الله وعسى انت قراشا وهو خير لكم وتعالنا نشوف مع بعض كده وات بداية حلقتنا النهاردة ان شاء الله هتتكلم على الانواع واسئلة مختلفة في مدتنا النهاردة ان شاء الله عشان نلم المنهج بتاعنا في الوقت القصير ده تعالنا نشوف مع بعض كده اول سؤال مع بعض اول حاجة هناخد اول سؤال بيجي لك مثلا ايه الجزء الاسئلة على السلالم او درس السلالم بيبقى الفوا به لما يجي يقول لي عرف عرف المصالحات او عرف المصالحات الاتية مثلا هتجيب لك ايه مصالحات من السلالم زي انف الدرجة او الدرجة ايه هي عرف الدرجة عرف ارف الدرجة عرف الكوبستة زي ما انت شفت كده هو تؤكدنا مرارا وتكرارا على المصالحات دي وقلنا مهمة جدا جدا وجاء لي الجزء التاني من السؤال اللي هو مثلا به في نفس السؤال عبارة عن مسألة وحضرتك عرفت اللي ايه فيش الشباب بتاعنا عرفي الحمد لله اللي هو كان متابعنا تمام والمسألة سهلة جدا والاسئلة كانت الحمد لله سهلة وبسيطة تمام لما يجي لي بس هنتكلم على اول جزئية ويقول لما يقول لي عرف المصالحات او اسكر المصالحات الآتية تمام وضحها وشرحها وممكن يجيبها لي مع توضيح اجابتك بالرسم مثلا تعال نشوف اول المصالح كده معايا تمام لو جاب لي اول مصالح بيقول لي الدرجة الدرجة ايه هي طبعا زي ما احنا تعودنا مع بعض كده انا ما بجيب لكش الكلام قال لما جيب الاول الرسمة الرسمة دي مش عايز حضرتك تحفظ انا عايز حضرتك تحط الرسمة قدامك في دماغك تمام وتتكلم عليها انت توصف الرسمة دي تعبار عن الدرجة زي ما انا شايف كده هو السل ما هو متكون من مجموعة من الدرجة او القلبة دي متكونة من مجموعة من الدرجة زي ما انت شايف كده هو الدرجة دي صحي انا بقول له بالحزاء بتاعك ده اسمه ايه اسمه نايمة اما السطح العمودي على النايمة ديه اللي هو الرأس ده بسميه بسميه ايمة وبرمز له بالرمز ايه قاف تمام يبقى الدرجة لها ايه الدرجة لها سطحين سطح افجي وسطح ايه رأسي احدهما النائمة والاخر بيسمى ايه القائمة طيب زي ما قلت لك ان الدرجة لها سطحين لها طرفين طرف من ناحية اليمين وطرف من ناحية ايه الشمال الطرف هيخدش جوه الحيطة ويثبت داخل الحيطة وطرف هيثبت عليه اللي ايه الترابزين او الكوبستة بتاعت اللي ايه الترابزين الحاجز اللي هو بيحمي الطالع او النازل من الايه من الهبوط طيب تعالا مع بعض جدوات يا باشماندش زي ما قلت لك الدرجة لها لها سطحين لها قلنا ايه لها طرفين طرف داخل الحيطة بسميه ايه بسميه الديل الديل اللي داخل جوه الحيطة اللي انا هسبته جوه الحيطة هال هعمل ايه فاحت كدوات هوافحة جوه الحيطة وهسبت الايه هسبت الدرجة بتاعتي تمام وارح ما حبش عليها يبقى الطرف اللي داخل الحيطة ويسبت جوه الحيطة بسميه ايه بسميه الديل ام بطرف اللي هو من ناحية الكوبستة او الترابزين وانت طول عماسك الترابزين تمام? الطرف ده طرف الدرجة اللي هو هيبقى حر الدرجة عندي هتسبت من ناحية دي يبقى الطرف ده بسميه بسميه دي اما الطرف اللي هو الحر اللي هو هيسبت عليه الكوبستة او الترابزين بتاعي باي شكلا كان تمام? ممكن يسبت يتعامل الترابزين بتاعي من الجبس ممكن يتعامل من الخشب ممكن يتعامل من الطوب ممكن يتعامل من الخرصانة على حسب التصميم بتاعي والشكل بتاعي عايز اكلف عايز اعمله المنتال ممكن اعمله الكريتال كل الكلام دوت متاح بالنسبة لي طيب الطرف اللي هو الحر اللي هو طرف الدرجة الحر اللي هيثبت من ناحيته الكوبستة والطرابزين دوت بسميه بسميه الراس يبقى الدرجة لها ايه لها طرفين طرف داخل الحطة وبالسمة ايوه سامعك دوت ايوه الشباب بتاعت ايه بدأت تفوق اهيه تمام الطرف اللي داخل الحطة بسميه ايه بسميه الديل اما الطرف الحر للدرجة بسميه الايه الراس تمام كده طب تعال نشوف بقى الكلام اللي انت حضرتك هتكتبه في الكراسة تمام على ما عبر كده هنقوله ايه تعرف الدرجة ايه هي الدرجة هي احدى القطع المكون منها السلم هي احدى القطع المكون منها السلم ولكل درجة سطحان احدهما افقي ويسمى بالايه بالنائمة والثاني عمودي على الافق ويسمى بالقائمة كما ان للدرجة طرفان احدهما الرأس يكون جهة الايه ترابزين والاخر الديل ويكون جهة الحائط طيب بس كده لا ده فيه تاني طول الدرجة ده بيتروح الديل ولا يقل طول الدرجة عن العرض اللي الذي يسمح بمرور شخصين طول الدرجة ده واتيا باش مهندس لازم يكون طول الدرجة بتاع السلم تمام يسمح بمرور شخصين اجيب ما اجيبش بقى واحد ايه اتنين تخان مسلا وقول ان عرض ايه الشخص دوت مسلا واحد متر والعرض التاني واحد متر يبقى طول الدرجة لا انا هجيب واحد ايه اتنين متوسطين تمام يبقى طول الدرجة طول الدرجة اللي ظاهر من وش الحيطة الوش الترابزين بتاع ده يتروح من كامل كامل يا باش مهندس من تسعين لمتر وعشرين يبقى ما تقلش عن تسعين في السلالم اللي هي الزوجية تمام ما يقلش عن تسعين تمام وما يزدش عن كامل متر وعشرين اما بالنسبة للسلالم الفردية السلالم الفردية اللي هي مثلا سلالم ايه السلالم الخلفية مثلا او سلالم السلم الطوارق يبقى مثلا لشخص واحد عشان ما فيش حد يعد جنب التاني ويروح من ايه ويروح من سنكلين بعد او يوقع او يحصل اصابات تمام فطول الدرجة دي ما يقلش عن كم ما يقلش عن 65 في السلالم الفردية وممكن يجيلي سؤال اكمل يتراوح طول الدرجة من كم لكم من 90 ما يقلش عن 90 وما يزيدش عن كم عن متر وعشرين طب بالنسبة للسلالم المنفردة اللي هي الفردية دي يا باش مهندس ما تقل ما ايه يبقى طول الدرجة كم 65 تعال نشوف معا بعد كده ولا يقل طول الدرجة عن العرض الذي يسمح بمرور شخصين احدهما صاعد والاخر ايه هابط واحد طالع واحد ايه نازل على ان يتراوح طول الدرجة من 90 لمتر وكام وعشرين وفي السلالم المنفردة لا يقل طول الدرجة عن كام 65 ده تعريف ايه يا شباب تعريف الدرجة طبعا احنا ما بنوعه ايه مش هنشرح بالتفصيل البسيط اوي لا احنا بمجرد ان احنا بنراجع بنذكر بعضنا بالمعلومات اللي احنا كنا ايه اللي احنا اللي احنا خدناها تمام طب لما يجي ويقول لي مسلا عرف النائمة طب ما احنا قلناها في تعريف الدرجة اللي هو التعريف العام للدرجة لا انا عايز بقى تعريف النائمة الوحديها او الايه او الهبوط تمام طيب عرض النائمة دية تقدي ايه عرض النائمة دية يا شباب ما يقلش عن سبعة وعشرين سنتي وما يزدش عن تلاتة وتلاتين ليه يا باش مهندس على قد رجل الشخص اللي طالع ما يبقاش مسلا جاي المتأسف في الله مثلا مقاس جازمته ايه يعني خمسة وتلاتين ولا مثلا تلاتة واربعين او خمسة واربعين وتلاقي نص الجازمة مثلا ايه يعني يعني مش دايس طول الجازمة كلها على الدرجة يبقى الطول ايه الجازمة بتاعته متعلقة على حرف السلم لا ايه يا باش مهندس بدي له مساحة ان عرض الدرجة دية ما يقلش عن سبعة وعشرين سنتي للشخص اللي هو ريكلوس غنان تمام او تلاتة وتلاتية يعني سبعة عشرين تمانية عشرين تسعة عشرين تلاتة قدامك لغاية ما يكون اكبر عرض للدرجة كام اقصى حاجة لها تلاتة وتلاتين سنتي ويرمز لها بالرمز ايه زي ما قلنا قبل كدوات يا شباب ايوا نايمة يبقى الرمز بتاع ايه نون يبقى ده تعريف اللي ايه النايمة تعال نشوف مع بعدي كده التعريف اللي حضرتك هنكتبه في الكراسة مع بعدي لو جالي وقال لي عرف النائمة حضرتك هتروح يقول له ايه هي السطح الافقي للدرجة وهو الذي يطئ عليه الانسان اثناء الصعود او الايه او الهبوط ويرمز لها بالرمز ايه نون ويتراوح مأسها من سبعة عشرين يعني ما يبقى ستة وعشرين لا اقل حاجة ليها سبعة عشرين او ممكن تبقى تمانية عشرين تسعة عشر اقصى حاجة ليها كم تلاتة وتلاتين ده لما ييجي ايه ويقول لي عرف النائمة طب تعالى نشوف المصطلح اللي بعد كده يا باش مهندس القائمة ايوا زي تعالى نشوف اللي سلايدس هوا ايه دي القائمة القائمة فين مكانها القائمة احنا قلنا العمودي السطح العمودي على ميه السطح العمودي على النائمة تمام طيب تعالى بقى نتكلم ونوصفها كده هو تمام انا انا مش حافظ التعريفات دي انا حاطت الرسمة قدامي عندي نايمة ايه وعندي نايمة ايه المسافة ما بين النايمة اللي فوق والنايمة اللي تحت السطح الافق اللي تحت والسطح الافق اللي فوق في مسافة ما بينهم واقفة كده وقت على سفة عمودي عمودي على الايه عمودي على النايمة يبقى السطح اللي ايه السطح الرأسي او السطح العمودي او السطح المحصور كل الكلام ده ده من خلال ايه الرسمة اللي انا ايه اللي انا بوصفها قدامي مش عايزة بتحفظ ميزة الشغل بتاعنا ميزة التخصص بتاعنا ان حضرتك لما بتاخد الرسمة وتعرف مكانة فين تعرف تتكلم وتعرف توصفه مش كل حاجة حفظ طول ما انت بتحفظ هتنسى لا احنا عايزين نفهم المعلومة الاول وبعد جهات ايه تعرف توصفه وتعرف تتكلم وهتبدع في الكلام بتاع الوصف المصطلع يبقى القائمة القائمة دي يا تباشمانديس عبارة عن ايه السطح السطح الرأسي المحصور او السطح العمودي تمام او السطح المحصور بين نائمتين نائمة تحت ونائمة ايه نائمة فوق السطح المحصور ما بين نائمتين هو هو ده السطح الايه ده اللي هو القائمة وبيرمز لها بالرمز ايه يا تباشمانديسين هنا نائمة نون نائمة يبقى ايه نون اما القائمة القائمة يبقى الرمز بتاع ايه قاف طيب اقصى حاجة لارتفاع الدرقة هيبقى كام يا باش مهندس ما يقلش عن اربعتاشر ما يقلش عن اربعتاشر وما يزيدش عن التمنتاشر يعني الايمة دي ارتفاع الايمة اللي هو ارتفاع الدرجة ده تمام ما يقلش عن الاربعتاشر يعني تلاتاشر لا ما ينفعش يا باش مهندس اقل حاجة لارتفاع الايمة ده اربعتاشر وما ينفعش اربعتاشر ونص ما بنخشي القصور اللي هي اللي نصاص اربعتاشر او خمساشر ستاشر اقصى حاجة ليه ايه 18 سنت ممكن تجي لي اكمل اه ممكن تجي لي اكمل يتراوح ارتفاع القائمة من نقط الى نقط كاب ايوة من 14 لكاب ل18 تمام كده تعال نشوف اللي احنا هنكتبه طبعا حضرتك بتسطر الكراسة بتاعتك الورقة بتاعتك وبتنظمها وتكتب اجابة السؤال الاول زي ما تكلمنا في في الدور الاولاني تمام حضرتك بتسطر الكراسة بتاعتك وتسطر الصفحة بتاعتك وتحدد الصفحة اجابة السؤال الاول السؤال الاول ده جايب لك الف وبيه يبا حضرتك كده اجابة السؤال الاول الف تمام اجابة السؤال الاول به حضرتك بتريح المصحح المصحح مش هستخسر فيك الدرقة اللي انت تستهيلها اما هتلقبط في الايجابة تمام وتيجي تقول لي مثلا اصلا حالي للسؤال الاول الف في اخر الكراسة الكراسة حضرتك بتتراجع من أول ورقة لآخر ورقة في الكراسة بتاعتي تمام بتتراجع مرة واثنين وثلاثة يعني محدش يقول إيه أصلا أنا كنت جاوب السؤال ده ممكن يكون المصاحة ما خدتش باله لا يا بشمان الكراسة بتتراجع من الألف من أول صفحة لآخر صفحة تمام تعالوا نقول القائمة إيه هي هي السطح الرأسي للدرجة والمحصور بين نائمتين السطح الرأسي للدرجة والمحصور بين نائمتين ورمز له بالرمز ايه قاف وارتفاعها هو ارتفاع الدرجة يبقى ارتفاع القائمة هو ارتفاع ايه الدرجة ويتراوح من 14 ل 18 سنتي تعال نشوف مع بعض المصطلح الرابع أنف الدرجة هي هي برضو الرسمة هتقول لها عجباء عجباك الرسمة يا بشمان آه عجباني جميلة وشكلها وإيه والشغل الفينيش اللي فيها آه طيب إيه فين أنف الدرجة ديت أنف الدرجة ديت يا بشماندس السطح تقابل السطح الرأسي أو تقابل السطح الرأسي اللي أنا بيشولك عليهم حديدولك أهو تمام تقابل السطح الرأسي مع السطح الأفقي للدرجة تمام اللي اتنين دول اتقابلوا مع بعض في نقطة واحدة أو في خط واحد بسميه أنف الدرجة بسميه أنف الدرجة تعال مع بعض كدوة آه لزي ما احنا اتفانا قلنا ايه بشماندس الدرجة لها إيه لها سطحين لها سطحين أيوة أفقي وإيه ورأسي نقطة تقابل الرأسي مع الأفقي اللي اتنين دول اتقابلوا مع بعض في خط واحد بسميه أنف الدرجة بسميه أنف الدرجة الأيمة ادي الايمة ودي النايمة اتلاقوا مع بعض في نقطة في خط واحد بسميه انف الايه انف الدرجة تمام كده طيب يا باشماندس انف الدرجة دوت بيبقى شكله ايه بيبقى شكله ممكن يكون جاية على هيئة سوكة يعني الدرجة بتاعت مصبوبة زاوية ايمة متقفلها مع بعض عملية لزاوية ايمة يبقى تقفلت على حرف ايه سوكة وممكن اروح بارس بالشكل ده زي ما انا شايفها في الرخام كده هوت اروح بارس بالجزء ده لبره شوية وارح لففها بالصاروخ وارح مصنفرة وارح ملمعها تمام يبقى دي اسمها برضو ايه انف الدرجة الجزء البارس عن الدرجة هو هو برضو ده اسمه ايه انف الدرجة يا باشماندس بس انا عملت له حلية وشكل كده هوت تمام عشان يبقى شكلها ايه مدين شكل جمالي تعال نشوف الكلام اللي حضرتك هتكتبه وتقوله يا باشماندس المصالح اللي حضرتك طلبته رقم كام رقم اربعة اسمه ايه انف الدرجة تعال نشوف المصطلح انف الدرجة عبارة عن تقابل سطحين نائمة والقائمة اللي اتنين اتقابلوا مع بعض السطحين اتقابلوا مع بعض ايوة كونولي ايه باشماندس كونولي انف الايه الدرجة ويكون شكله ايه يا باشماندسين ويكون على هيئة سوكة تمام او حرف مشطوف او ملفوف محلي بحلية بارزة عن عرض النائمة مشطوف يعني ايه يا باشماندس يعني انا جيت قلتلك اول حاجة تقابل السطحين مع بعض عمال لي زاوية قائمة تمام صنع لي مع بعض زاوية قائمة عمال لي سوكة طب السوكة دي اتحمية كونولي او شكلها مثلا مش ايه يعني مش شكلها مش مديني شكل جمالي طب ممكن اروح جايب الصاروخ واروح ايه واروح كسر السوكة دي اروح كسرها كده على زاوية واروح مزبطة يبقى انا عملتلك الحرف بتاعها حرف مشطوف يبقى ده اسمه حرف ايه حرف مشطوف او برست شوية بحقيمة مثلا سنتي ونص او اتنين سنتي بجزء الرخام اللي هو النايمة بتاعت الرخام او تكسية النايمة تمام واروح تلفت ايه ولفت الحرف الشفة بتاعت الرخامة ديت لفتها بقى اداني اداني شكل ايه الخرزان تمام دي الاشكال بتاعت انفل ايه انفل درجة طب تعال نشوف مع بعض المصالح اللي ممكن يجبولي اسمه خط الدوس خط الايه خط الدوس ايه هو خط الدوس تعال مع بعض كده او الهولك وبسطهولك خط الدوس ده الخط التصوري او الخط التلقائي لحضرتك وانت طالع على السلم بتلقائيتك عادي بتروح مسك في الكوبستة تمام وبتروح طالع بتلاقي نفسك ما بتطلق وانت طالع او وانت نازل ما بتعودش تحكي في مثلا في الايه تحكي او تحكي مثلا في الكوبستة او في التربزين وانت طالع وانت نازل لا يا بشمانت حضرتك بتلاقي نفسك اوتوماتيك دوت بتلقائيتك تمام ان انت بعدت مسافة عن الليه عن التربزين دوت المسافة دي بتلاقيها تتروح من 35 ل50 سنتي حتى انت حضرتك لما بتلاحظ الناس اللي بيستخدموا المكان ده تمام وانت طالع مع الاستخدام وانت طالع وانت نازل بتلاقي حرف الدرجة بدأ يتاكل بدأ يتبرئ بدأ يقوص يبقى المسافة لو انت استهدي المسافة اللي اتاكل ديت هي المسافة دي اسمها خط الايه خط الدوس خط الدوس دي لو انت استبدايتها بدايتها من التربزين هتلاقيها بتبعد من التربزين من 35 ل50 سنتي تمام يبا دي اسمها خطي ايه تعالى نشوف مع بعض خط الدوس هو الخط التصوري هو الخط التصوري الذي يأخذه الانسان بطبيعته في حالة الصعود او الهبوط ويكون على مسافة تبعد من التربزين من 35 لكام ل50 سنتي تعالى نشوف المصالح اللي بعد كده خط الانوف خط ايه خط الانوف طيب بش احنا قلنا يا شباب عند انف الدرجة انف وانف 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 يبقى مجموعة ايه انوف الدرجات طيب لما اجي بالادة او او مصارة خشب كده وقت اروح ايه اروح حطيتها زي ما انت شايفها كده على الرسم تمام ادي انف الدرجة انف الدرجة انف الدرجة لو انت وصلتها ببعض كده او حطيت الادة او المصارة مصارة من الخشب عدلة وما ايه وافقية تمام تمام وما فيهاش اي انحناء او تقويص تمام هتلاقي الخط ده الانوف دي كلها على خط واحد مش هتلاقي درجة مش هتلاقي درجة برزة البرة او ايه او درجة ايه دخل الجوه لا كلها على خط ايه خط واحد تعالى نشوف اللي حضرتك هتكتبه المصالح رقم سبعة خط الانوف هو الخط التصوري المار بانوف الدرجات الموجودة في اي قلبة ويكون ميله واحدا في جميع قلبات الايه السلم زي ما قلنا مش هتلاقي احنا قلنا ايه القلبة عندك بتتكون من مجموعة من اين القلبة الوحدة السطح المايل السطح المايل ده بسميه قلبة القلبة دي بتتكون من ايه من مجموعة من الدرجات مجموعة الدرجات دي لما توصلها على خط واحد اللي هو خط الانوف ده بالادة او بمصارة خشبية تمام بتوصلها مع بعض بنعرف ان ده اسم خط الايه خط الانوف طب تعالوا نشوف مع بعدي كده احنا كده خلصنا المصالحات طبعا انا ايه حضرتك انا شلت المصالحات اللي جات في الضر الاولاني تمام اللي احنا كنا مراجعينها الحمد لله جات فطبعا مش ايه يعني حبنا ان احنا نوفر وقت ونجيب المصالحات المحتملة ان شاء الله ان هي تيجي بامر الله في الامتحان طيب زي ما قلنا السؤال الاولاني كان جايلي مثلا مصطلحات او عارف المصطلحات الاتية وجاب لي مثلا ثلاث او اربع مصطلحات وحضرتك عرفتها هتيجي بعد جوة للسؤال نفس السؤال بس جايب لي السؤال مثلا او للسؤال الاول به جايب لي مسألة مسألة السلم مسألة السلم دي حضرتك لو انت ما تعلمتها عشان تحلها لا حضرتك تتعلمها عشان تطبقها مثلا في حياتك الشخصية وانت مثلا بتعمل بيت او مثلا فيه حد من جرانك بيعاوز يعمل بيت مثلا ويقولك طب انا الدور بقى عندي 300 عايز اروح للراجل اتفق معاه ويجيب للسلم طب هاي السلم دوت اجيب مثلا ايه 20 درقة زي ما قلنا بقى السلم بيكون من ايه من درجات وبسطات وصدفات تمام طيب اجيب 20 اجيب 25 لا هي مش تخمنات مش هنقعد نقول بقى ايه طب اجيب 15 ويشتغل وهو شغال مثلا اجيب الباقي لا يا بشمانس لها حسابات وحضرتك تتعلمها اي حد لازم يتعلم المسألة دي مهمة لو سلم جل مثلا قلبتين تعال نشوف مع بعض نمط السؤال بتاعي في المسألة تمام بيقول لي المطلوب حساب عدد القوائم والنوائم عايز يحسب ايه ركز مع بعض في الكلمات والالفاظ تمام المطلوب حساب عدد يحسب الاوائم والنوائم الاسطح اللي هي الرأسية والاسطح اللي ايه الافقية اللي هي الايمة والنائمة لكل درجة ومقادير مأساة كلا منها في سلم عديم المنور هحتاج الكلمة دي مهمة هتفرق معايا جالك في الامتحان في الدوري الاول ان السلم بمنور طب انا جبتولك بقى المراد في المراجعة بتاعتي تمام ان السلم ده عديم المنور طب تعال نكمل بقية المسألة مع الاعتبار ان الارتفاع الموصل اليه السلم من طابق لاخر هو تلاتة متر يبقى ارتفاع الدور كام تلاتة متر يبقى انا هحتاج ايه يا باش مهاندس هحتاج ان السلم ده عديم المنور هحتاج في السطر التاني ارتفاع الدور اللي انا هشتغل عليه تلاتة متر تعال نكمل وان طول الدرجة الظاهر طول الدرجة النظيف اللي انت شايفه بايه اللي انت شايفه بعنيك وتقدر تيسه بالمتر كام متر وعشرة وعرض صدفة الوصول صدفة الوصول اللي هي قدام باب الشقة يا باش مهاندس طولها كام متر وعشرين طيب في حاجة تاني يبقى انا هحتاج سلم عديم المنور ارتفاع الدور تلاتة متر طول الدرجة متر وعشرة عندي صدفة الوصول متر وعشرين طب يا أستاذ افتراطا لو هو زي ما قلناها قبل كده لو هو مش جايب لي عرض صدفة الوصول ولازم ولازم أوجد له صدفة الوصول ديت يا بش مهندس أوتوماتيك على طول يا بش مهندسين أزود على طول الدرجة 10 سنطر لو هو جايب لي طول الدرجة متر وعشرة تمام أزود عليها 10 سنطر يبقى عرض صدفة الوصول بقى متر وعشرين طب طول الدرجة متر يبقى زود عليها 10 بقيت متر وإيه بقيت متر وعشرة يبقى عرض صدفة الوصول كام؟ يبقى عرض صدفة الوصول اكبر من طول الدرجة بكام؟ 10 سنت كلام دوت لهو ما جابهاش ايه؟ لو ما جابهاش في المسألة ما انا عشش ان ايه؟ نلف حوالي نفسنا ده المسألة مقصة المسألة لا يا باشمانز في حاجات كده هو فنيات لازم من حضرتك تبقى انت عارفة عرض صدفة الوصول اكبر من طول الدرجة بايه؟ 10 سنت طب تعال انشوف القانون اللي انا هستخدمه جايبولي في المسألة استخدم القانون اتنين قاف زي اتنون بيسوي اتنين وستين سنت تعال بقى واحدة واحدة مع بعدي كده ونشوفها تتحل ازاي سطرت الصفحة سطرت الصفحة عملت هامش على جنب كده مسودة وخدت البيانات عشان مش كل شوية ايه اتنطت ما بين ورقة الاسئلة وبين كراس الاجابة لا يا باشمانز انا خدت اللي انا هايه؟ اللي انا محتاجه وركنت بقى اللي ايه؟ ورقة الاسئلة خلاص يا باشماندسي قلت له ايه؟ في خانت الملاحزات قلت له سلم عدم المنور ارتفاع الدور تلاتة متر طول الدرجة الظاهر متر او متر وعشرة على حسب ايه؟ على حسب اللي هو موجود في المسال طيب عرض صدفة الوصول كام؟ متر وعشرين تعال نسوف اول خطوة هنحلها ازاي؟ اول حاجة هو كاتب لي في المسألة حساب ارتفاع القائمة حساب ارتفاع طيب ارتفاع القائمة دي هنحسبه ازاي باشماندسين تعال نرجع بمعلوماتنا كده تقولت لك ان ارتفاع القائمة اللي هي رمزها كام؟ اللي هي رمزها اقاف ما يقلش عن كام؟ ما يقلش عن 14 وما يزيدش عن كام؟ عن 18 طيب عندي ارتفاع الدور 3 متر عندي ارتفاع ايه؟ الدور 3 متر طيب ارتفاع الدور دوت يا باشماندس حضرتك هتقعد ترس القوائم فوق بعضيها لغاية ما تقفل لغاية بطنية السقف لغاية بطنية الايه؟ لغاية بطنية السقف طيب لو انت رصت اللي ايه؟ الدرج ده فوق بعضه كده هوت التلاتة متر دية تغطيها قد ايه؟ او هنعمل ايه يا باشماندس يبقى انا اعمل حركة صغيرة كده هوت قبل المكتب في كل رصت الإجابة واحدة شقبط لا ما ينفعش الرقم مش عارف ايه كلام دوت لا يا باشماندس هتقعد ما ايه؟ على الالة الحزبة كده هوت هتقسم ارتفاع الدور ارتفاع الدور على ارتفاع الايمة طيب ارتفاع الدور 3 متر اقسمها على الـ 14 سنتي اللي هو ارتفاع الايمة المكترح اللي هو في دماغي تمام؟ طلع طلع ناتج الاسمه حاجة وشوية رقم وشويات حاجة وشويات لا ما ينفعش انا مش عايد ما ينفعش ان الرقم اللي طالع ده ليه كسور لازما يبقى عدد صحيح مالوش ايه؟ مالوش كسر طيب جربت اللي 14 تليع لي حاجة وكسر كده لا ما ينفعش جربت التلاتة على الخمستاشر تليع لي 20 20 مقفولة وما لهاش اي كسور حتى لو 1 ملي تمام تمام؟ يبقى انا هاخد الليه؟ هاخد الخمستاشر تبعيز انت بقى حضرتك ايه؟ تعطى نفسك هتجرب على 16 هتجرب على 17 هتجرب على 17 يبقى انا اخد الرقم اللي هو المقفول اللي هو الرقم الصحيح يبقى انا هقسم الاول قبل المكتب هنا في القرص للاجابة اروح كادي ايه؟ اروح قاسب على الالحزبة ارتفاع الدور على ارتفاع الايمة اللي انا هفرده من عندي مرة 14 مرة 15 جالي الخمستاشر يبقى حضرتك هتروح كاتب ايه؟ كراسة الايجابة تعال نشوف مع بعدي كده نفرد ان ارتفاع القائمة 15 حضرتك بقى ايه؟ كتبت ايه؟ طب انت مثلا لو استعجدت وكتبت 14 وبعد جواهت اسمت هيطلع لك رقم مكسور هتقعد تشوف بيه؟ بالجاب بالالم الجاف هتبقى الصفة ايه؟ كراسة بتاعتك فيها شطب كتير فيها شقبطة كتير هتخنقني وانا بصحح لا يا باشماندس ده ايه؟ ده حلل كدهوت لا غير من انت تكون منظم ايجابتك تمامي تمام ومرتبها ومنصقها تاخد درقتك ايه؟ كاملة مكملة طيب الخمستاشر ده ايه جات منين؟ اسمت يا باشماندس انا قلتله ده حكت عليه ما بيني وما بين نفسي وقلتله ايه؟ ان نفرد ان ارتفاع القائمة كام خمستاشر بناء على ايه؟ الخمستاشر دي اتا هلنشوف مع بعض عدد الاوايم الخطوة التانية قلتله ايه؟ عدد الاوايم بيساوي تلاتة متر على الخمستاشر من مية اللي ايه الخمستاشر سنتي تلع كام الخطوة اللي انا عملتها على الالة الحزبة بس انا في الاول قلتله ايه؟ خمستاشر الخمستاشر دي جات منين؟ جربت مرة تلاتة متر على الاربعتاشر ما تلعليش العشرين ما طلع ليش الرقم سليم كده ومقفول الرقم صحيح لا ده طلع لي رقم وكسر لا ما ينفعش يا باش مهندس جربت الخمساشره يبقى انا اكتب بقى على النظافة ورح ايله الخطوة رقم اتنين عدد الاوام بيسوي تلاتة متر على الخمساشر من مية بيسوي عشرين ايه عشرين ايمة عشرين ايه يا شباب عشرين ايمة طب العشرين ايمة ديت يا باش مهندسين هتتوزع ازاي خلي بالك انه هو قال لي في السلم في رأس المسألة ان السلم ده عديم المنور عديم المنور ايه عديم المنور يعني ايه باش مهندس عندي القلبة القلبة الاولى اللي انا طالعها طالع مثلا ايه وليكن عشر درجات طالع مثلا من تلاتة اربعتاشر درجة وروحتي بعد جدوة قال لي عديم المنور يعني مفيش الفنوس اللي ينور السلم وبص مثلا على اللي بيندى علي من تحت يبقى ده اسمه عديم المنور طب لو فيه مساحة ما بين راس الدرجة بتاعت القلبة اللي هنا وراس الدرجة اللي بتاعة القلبة اللي هي التانية دية لو في مساحة ما بين اللي اتنين يبقى المسافة دي بسميها منور السلم طب هو قال لي مفيش منور السلم يبقى حضرتك يا باش مهندس هتلاقي بس مسافة اللي ايه الكوبستا او التربزين بتاعي اللي اتنين اللي احمين في بعضي كده وهنا القلبة الاولى وهتلف على طول من غير ما تريح او تاخد نفسك وتريح وتروح طلع اللي هي القلبة اللي هي القلبة التانية طيب الاتنين دولت يا بش مهندس المسافة اللي هنا هسميها ايه صدفة ايوا هتلاقي جزء مستطيل في النص هنا تمام بسميه ايه صدفة متوسطة صدفة ايه يا بش مهندسين صدفة متوسطة صدفة المتوسطة ديت يا بش مهندس اللي لو راجل كبير او مثلا احد كبير في السن طالع بدل ما ياخد القلبة الاولى ديت وينهج وكدوت ويتعب لا مثلا ايه بيحب ان هو ياخد نفسه ويريح ممكن يخلص القلبة الاولى ويركن على جب مثلا ويقولك مثلا عد انت انا هاخد نفسي بيروح مريح على الصدفة دي الاول بصة لو هي شكلها مربع تمام لو الشكل بتاعها مربع بسميها بصة اسمها بصة الروح طيب لو مستطيلة الشكل بسميها صدفة متوسطة صدفة ايه متوسطة الصدفة المتوسطة دي اللي عندها بيتغير اتجاه السلم يتغير اتجاه الايه السلم طيب تعالا بقى مع بعض جدوة نشوف ان السلم ده عبارة عن قلبتين وعادين منور يعني ما فيش مسافة ما بين القلبتين هنا صحي كده؟ طيب بعد جهوات يا بش مهندس العدد الاوائم اللي طلع ده العشين العشين دي هتتأذل ايه هتتوزع ازاي؟ عندي لازم القلبة الاولى قد القلبة التانية عاملة زي رجل البنطلون ما ينفعش جدهوة ايه ان رجل البنطلون تبقى واحدة طويلة واحدة قصيرة هيقوله عليك ايه؟ ده بص العبيد دوت لا يا بش مهندس لازم عدد الايه؟ عدد الاوائم اللي في القلبة الاولى قد القلبة التانية تعالا نشوف نوزعها مع بعض كده هنقوله عدد الاوائم بالقلبة الوحدة كام؟ قال لي عشرين على العدد الالبات اللي موجودة عدد الالبات كام؟ عدد الالبات اتنين يبقى في كل قلبة هتاخد عشر ايه؟ عشر اوائم يبقى عدد الاوائم بالقلبة الوحدة طب خلي بالك برضو بنركز اوه السلم عدم وانور ومتكون من ايه؟ من قلبتين طيب يبقى العشرين ايما اللي طلعوا دول نصيب كل قلبة منهم كام؟ يبقى عشرين على الالتنين بيساوع عشر اوائم طب العشر اوائم الخطوة اللي بعده كده عايز يحسب عدد النوايم عايز يحسب عدد النوايم يبقى اول خطوة في المسألة بتاعتي انا فرط ارتفاع الايمة او بحسب ارتفاع الايمة صح كده؟ بعد ما حسبت ارتفاع الايمة يا بشمونتسين واوجدت له وحسبت له كل قلبة فيها هتاخد قدية عدد دراجات تمام؟ مش عدد دراجات عدد الاوائم عدد الاوائم اللي هو السطح الرأسي بس انا اوجدت له السطح ليه؟ السطح الرأسي ليه عدد الاوائم؟ عدد الاوائم عشر في القلبة الاولى وعشرها ايه؟ في القلبة التانية العشرة والعشر دية توصلني او تملالي ارتفاع كام ارتفاع ثلاثة متر طيب بعد جوات عايز يحسب النوايم اللي هو السطح الافقي عندنا قاعدة بتقول لي ان عدد النوايم اقل من الاوايم بوحدة عدد النوايم عدد السطح الافقي في السلم حضرتك وانت طالع كده السلم مثلا بتاعك وركز عدد عدد النوايم اللي موجود قدامك عدهم واحدة اتنين تلاتة اربعة هتلاقي اقل من الاوايم اقل من الاصطح الرأسية دي بوحدة تمام طيب يعني افهم من الكلام ده ان العشرة هيبقوا تسعة ايوا يا بشمهندسين يبقى عدد النوايم في القلبة الواحدة بيتحسب ازاي تعال مع بعض كده هنقول له ايه عشرة عايز يحسب عدد النوايم بالقلبة الواحدة يبقى عشرة ناقص واحد بيساوي ايه تسع نوايم تسع ايه تسع نوايم طيب يبقى انا اوجدت الخطوة الاولى ارتفاع الايمة اوجدت له الخطوة التانية عدد الاوايم الخطوة التالتة عدد الاوايم ده عدد الاوايم بالسلم كله كام عشرين طيب في الخطوة التالتة اوجدت له عدد الاوايم بكل قلبة كل قلبة الوحديها تلا كام عشرة طيب النوايم عدد النوايم قلت له عدد النوايم اقل من الاوايم بيه بواحدة يبقى عشرة ناقس واحد بيساوي تسعة او جدت له الاعداد بتاعت الاوايم والنوايم في الشلم طب عايز مقدرها ايوا مقدار يعني مقاسات الاوايم والنوايم طب انت عندك طول طول النايمة كم? متر او متر او عشر اللي هو جايبولي في المسألة تعال نشوف مع بعدي كده حساب عرض الايه? النائمة? قال لي في المسألة لو نفتكر قال لي استخدم القانون بيساوي ايه? اتنين قاف زا اتنون بيساوي اتنين وستين سنتي صحي كده? مش هو كان جايبه الى في المسألة اتنين قاف زا اتنون بيساوي اتنين وستين سنتي طب هنعمل ايه? اللي اتنين تنزل زي ما هي يا باشماندس القاف مجهولة لان هو عايز ايه? حساب عرض الايه? النائمة طيب القاف انا فرضته لك يا باشماندس ايه? كام? 15 طيب زايد النون النون دي قمتها مجولة لان هو عايز حساب عرض النايمة عرض النايمة اللي احنا قلناه وشرحناه في اول حلقتنا وقلنا ان عرض النايمة ما يقلش عن كم يا شباب 27 وما يزيدش عن 33 تعال بقى نشوف عرض النايمة هنا هيطلع في المسألة كم اللي اتنين تنزل زي ما هي قيمة القاف اللي انا فرضتها في اول المسألة 15 زائد النون تنزل زي ما هي النون مجهولة لان هو عايز عرض النايمة اللي هو عرض النون تنزل زي ما هي لان هي مجهولة بتساوي 62 بتساوي ايه 62 طيب هنخلص الاقوات زيت ونفق ليه ونضرب الارقام اللي ايه اللي ملحومة مع بعض ومتصلة مع بعض يبقى 2 في 15 بكام بتلاتين زائد النون تنزل زي ما هي بتساوي 62 فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة طيب برضو لسه فيه الطرف مجهول زي ما هو طيب النون ديت لسه مربوطة مع التلاتين وفيه عند اللي 62 ديت سايبة لوحديها طيب احنا نضحك على الراجل دوت ونقول له النون ديت النون نخرجها برة النون نخرجها ايه؟ برة طيب والمربوطة والرقم المربوط مع النون ده تمام؟ نخرجه برة واللي 62 ندخلها جوه ونعكس اشارة اللي ايه؟ اللي في النص الزائد دي نعكس اشارتها طيب تعال نشوف الخطوة دي يبقى النون انا خرقتها برة ودخلت اللي 62 جوه وخرقت التلاتين برة وعكست الاشارة اللي في النص اللي ايه؟ اللي ايه؟ الموجب خلتها سالب ايه اللي هيحصل؟ قلت له بسيطة يبقى النون بتساوي 62 نقص 30 بتساوي 32 سنت طلع مقدار النايمة او عرض النايمة زي ما احنا اتفقنا مع بعض اللي هو بيتروح من كم لكام من 27 او من 28 وميزدش عن كام؟ ميزدش عن 33 طلع الرقم بتاعي 32 32 طيب وجدنا له عرض عرض النايمة ووجدنا له اعداد الاوائم واعداد النوايم تمام؟ تعال بقى نحسب ابعاد محل السلم ابعاد محل الايه؟ محل السلم اللي هو الفراغ محل السلم اللي هو ايه؟ الفراغ المحدد لانشاء السلم اللي انا هبني فيه السلم اللي اربع حيطان ديت يا باش مهندس وده اسمه محل السلم المكان المخصص او المكان المطروق في المسقطة الافقي لتصميم السلم او لتركيب السلم سواء مربع سواء مستطيل سواء دائري سواء حلزون اي مكان انا سبته في المسقطة الافقي او في القطاع الافقي عشان ابني في السلم بسميه محل السلم عايز ابني عايز احسب محل السلم يا باش مهندسين محل السلم ده يعني ليه طول وليه عرض اول حاجة عني حسبها مع بعض الخطوة رقم ستة حساب طول محل السلم طول محل السلم اللي هو الاتجاه الاطول ده يعني حضرتك بقى ما تتنصحش وتقول لي بسا انا هجي على المأس دوت واقول لي الطول لا يا بشمانس الطول اللي هو المأس الكبير طيب التعالك دوت من غير ما نقعد نكتب طول السلم ده احسبه ازاي عندي صدفة وصول اللي هو عرض صدفة الوصول قلنا كام متر وعشرين وعندي طول القلبة الاولى طول القلبة الاولى اللي هو كام يا بشمانس اتنين تمانية وتمانين جات منين ايوا مش انا عندي يا شباب تسع نوايم عرض النايمة طلع في القانون طلع ناتج القانون بتاع عرض النايمة كام اتنين وتلاتين سنتي يبقى ضربت التسعة تسع نوايم في عرض النايمة الواحدة اتنين وتلاتين تلقى لي باتنين متر تمانية وتمانين سنتي يبقى مسافة القلبة دي او طول القلبة دي يا كام اتنين تمانية وتمانين طيب عرض الصدفة المتوسطة كام متر وعشرة اللي هو طول ايه طول الدرجة طول الدرجة بيساوي عرض الصدفة المتوسطة طيب لو ما ادانيش الصدفة الصدفة الوصول دي يا بش مهندسين عرضها ازود على طول الدرجة اللي هو المتر وعشرة ازود على عشرة اداني كام متر وعشين اجمع المتر وعشين زائد اتنين تمانية وتمانين زائد المتر وعشر اداني اتول كله كان خمسة تمنتاشر تعال نشوفها مع بعض كده هنقول له ايه عرض الصدفة المتوسطة ايه عرض الصدفة المتوسطة زائد طول القلبة الاولى ادي طول القلبة الاولى اهو تسع درجات او تسع نوايم فعرض النايمة كان اتنين وتلاتين سنط زائد عرض صدفة الوصول اللي هي المتر وعشرين تعال انا عود عن الكلام ده بارقام يبقى المتر وعشرة شلت كلمة عرض الصدفة المتوسطة وحطيت القيمة بتاعتها كام? متر وعشرة. زائد تسع نوايم في عرض النايمة الوحدة اتنين وثلاثين زائد عرض صدفة الوصول متر وعشرين. طب تعال ان تخلص الارقام ديت. المتر وعشرة تنزل زي ما هي. تسعة في اتنين وثلاثين من مية طلعت باتنين تمانية وتمانين زائد المتر وعشرين. تعال ان جمع الارقام دي مع بعض طلع لطول محل السلم خمسة تمنتاشر. يبقى طلع كام? طول محل السلم خمسة تمنتاشر. طب تعال نحسب عرض محل السلم لازم يبقى الرسمة قدامك وحضرتك رسمتها طيب الرسمة دي حضرتك بناء عليه ان انا رسمت قلبتين السلم قلبتين تمام? ويه ما فيش مانور في النص ادي خط اللي ايه الكوبست او الترابزين اهو يا باش مهندس يبقى فيه صدفة الوصول اللي قدام باب الشقة والصدفة المتوسطة اللي هيريح عليها الراجل او ايه? او هيتغير عندها اتجاه السلم. هيتغير عندها اتجاه ايه? السلم طيب عايز احسب عرض عايز احسب ايه? عرض السلم او عرض محل السلم حضرتك بتبقى انت عارف الرسمة دي وانت اللي بترسمها لازم انت ترسم في كراسة الاجابة يا باش مهندس وتحط عليها الابعاد. طيب عرض محل السلم المقاس اللي هو الصغير المديق دوت تمام? اللي هو بيساوي ايه? طول القلبة الاولى او طول الدرقة تمام? عرض القلبة الاولى هو? عرض القلبة الاولى زاد عرض القلبة التانية عرض القلبة الاولى زاد عرض الايه? او طول الدرقة للقلبة الاولى زاد طول الدرقة للقلبة الايه? التانية اللي ايه? المتر وعشرة زاد متر وعشرة هيديني كم? اتنين متر وعشرين تعال نشوفها كده يا باش مهندسين حساب عرض محل السلم اللي انت شايفه ايه? اللي انت شايفه قدامك في الرسمة اللي انت رسمتها بيدك انت هايه? هتعبر عنها القلبة الاولى ايه ده عرض القلبة الاولى مش احنا قلنا المسافة دي طول القلبة يبقى طالما دي طول القلبة يبقى الاتجاه التاني دوت يبقى ايه عرض القلبة الاولى زائد عرض القلبة التانية طب تعال انشل الارقام دي الكلمات ديت ونعوضها بايه بارقاب يبقى عرض القلبة الاولى كام متر وعشرة ايه ده اللي هو طول الدرجة النظيف الظاهر اللي جايبولي في المسالة متر وعشرة زائد عرض القلبة تانية متر وعشرة يبقى بتساوي كام? اتنين متر وعشرين. يبقى ازا ابعاد محل السلم خمسة تمنتاشر اهي طول محل السلم خمسة تمنتاشر في اتنين كام? في اتنين متر وعشرين. يبقى انا عشان اصمم اصمم السلم السلم ده متكون من قلبتين والسلم ده عديم المنور طول الدرجة في متر وعشرة طول الدرجة في متر وعشرة تمام? وعندي عرض صدفة الوصول. متر وعشرين? يبقى محتاج عشرين ايه? عشرين ايمة. عشرين ايه? عشرين ايمة. عشرة في القلبة الاولى وعشرة في القلبة ايه? في القلبة التانية. طب عدد النوايم هقل على طول عن العشرة بوحدة يبقى تسعة النوايم. تسعة ايمين او تسعة في القلبة الاولى وتسعة في القلبة ايه? ايه التاني. تعال نحن نوجد عرض النايمة اديه? هنطبق القانون اللي هو جايبولي في ايه? في الاسئلة. اتنين قفزة اتنون بيسوي اتنين وستين على حسب ما هو هجيبولي في الامتحان ونشيل الارقام ونعوض او نشيل الرمز ونعوض بقمته تمام لغاية ما نوصل لعرض النايمة كام اتنين وثلاثين او جدلي عايز يوجد طول محل السلم وعرض محل السلم لازم حضرتك ترسم الرسمة وتشوف الاول تحدد السلم ده متكون من قلبتين ولا متكون من ثلاثة تمام لو قلبتين بمنور ولا عديم المنور وترسم رسمتك وتحسب زي ما احنا اتفقنا مع بعض كده طيب تعالى بقى ننتقل لسؤال تاني تمام وبيقول لي السؤال ده تعالى نشوف مع بعض كده السلم ده يا شباب بعد ما خلصنا السلم هننتقل لسؤال مهم برضو بيجي ويروح ايه اللي ايه او السؤال التاني مثلا ما هو الغرض من سند جوانب الحف ما هو الغرض من سند جوانب الحف انا بعمل سند جوانب الحف ليه في ناس فيه شباب مننا يقول لي هو ايه اصلا سند جوانب الحف ده حضرتك وانت ماشي في الشارع في دقوت وبتلاقي مثلا حفر عشان يعمل مواصير صرف الصحي مثلا في الشارع لعمق بينزل بعمق الحفر مثلا اربعة متر او تلاتة متر ما ينفعش ان هو بعد ما ينزل مثلا لاتنين متر او تلاتة متر تلاقي الجنب ده النهار لا بتلاقي عمل ستاير ستاير خشبية او معدنية تمام عشان يحمي بيها جوانب الحفر ديت من الانهيار عشان يحمي العامل اللي هو بيحفر دوت يا بش مهندس ما تقعش عليه الجوانب الحفر ديت ويحصل له مثلا اصابة طيب احنا عرفنا سند جوانب الحفر عبارة عن ايه عرفنا يا بش مهندسين ان ايه عبارة عن ستاير او حواجز حواجز من الخشب الشدات من الخشب او المعدن تمام لحماية لحماية ايه يا بش مهندسين لحماية جوانب الحفر من ايه اللي انهيار طيب هو طالب مني ايه بش مهندسين طالب مني الغرض من سند جوانب الحفر انا بس نضيها ليه بس نجوانب جوانب الحفر ديت عشان لازم لازم جانب الحفر ده يبقى رأسي تمام تمام طيب بعد ام confuse vel بش مه curiosity لو واحد ممشيى مسلا من فوق ممكن وهو ماشي تمام واخد باله ان هو مش هيقع بس يروح ما ايه ويروح اعلى الجوانب التربة دي هتلاقي الحفر دوت راح وقع طب الحفر دوت لما يقع هتلاقي الحفرة اتسعت من فوق فتحت من فوق وديقت من تحت يبقى انا لازم انا ايه لازم انا اخلي جوانب الحفر دي رقصية رقم واحد يبقى انا بخلي جوانب الحفر ايه رقصية تمام طيب اتنين عشان الحفر ما يتسعش من اعلى وديق من ايه من اسفل طب تعال نشوف مع بعد كده اجابة السؤال في تلت خطوات سهلة وناخد درجة السؤال مع بعض لما يجي سؤال ويقول ما هو الغرض من سند جوانب الحفر الاجابة هتقوله ايه طبعا زي ما قلنا اجابة السؤال التاني او اجابة السؤال التالت الف او به هتقوله ايه الغرض هو جايب لأداة السؤال ايه مع بعض كده ونركز ما هو الغرض من سند جوانب الحف ما هو الغرض من سند جوانب الليه الحف حضرتك هتشيل اداة السؤال تمام وهتروح اي ليه يبقى اذا الاجابة الغرض من سند جوانب الحف تعال مع بعدي كده هنقول له الاحتفاظ برأسية جوانب الحف اخلي جوانب الحف رأسية تمام زي ما زي ما شرحنا رقم اتنين حتى حتى لا ينهال جوانب الحف حتى لا ينهال يعني ما يقعش جوانب الحف ويتسبب عن ذلك ضيق من اسفل ويتسع من ايه من اعلى رقم ثلاثة حتى لا تتعرض المباني المجاورة للتصدع عشان المباني اللي جنبي ما يحصلهاش تصدع او صروخ او انهيارات تمام لان ممكن التربة اللي تحت المباني اللي جنبي مباني الجار ممكن ايه ممكن تهرب من تحت الاساسات فانا كده وقت يبقى انا اضرق جاري يبقى انا عشان احمي جاري بعمل عملية سند جوانب الحف يبقى حضرتك بتقولك بتقولك ده الغرض من سند جوانب الحف ثلاثة نقط هما اول حاجة الاحتفاظ برأس الجوانب الحف اتنين حتى لا ينهال جوانب الحف ويتسبب عن ذلك ضيق من اسفل ويتسع من ايه من اعلى حتى لا تتعرض المباني المجاورة للتصدع طب تعال عشان نقفل السؤال ده لو جالي وقالي اشرح كيفية سند جوانب الحفل في ارض صلبة موضح ان اجابتك بالرسم هتقوله ايا باش مهندس اول حاجة بتجيب الواح من الموسكي بنجيب الواح من اللي ايه الموسكي قطعها اتنين وعشرين او ايه او عشرين من خمسة وعشرين يا تراوح عرض العرض الالواح الموسكي دية كمان او السويدي من عشرين لكام لخمسة عشرين او اتنين وعشرين او خمسة عشرين وصمكها خمسة سنتي واطوال الاطوال على حسب ايه عمق الحف وممكن تتصل اوصل الالواح الرأسية ديت مع بعضها يبقى اول حاجة هسند هسند جوانب الحفل بالواح من الموسكي بالواح من الموسكي على مسافات تتراوح في الارض الصلبة على مسافات محورية من اتنين ايه تتراوح في كل كام كل اتنين متر طيب اللي الواحة الرأسية ديت اللي انا نزلتها رأسي اللي الواحة الرأسية اللي هي اللي هي مصنوعة من او مستخدامة من الخشب الموسكي عرضها عرضها ما يقلش عن عشرين وما يزيدش عن كام خمسة وعشرين هو بالتتراوح عشرين او اتنين وعشرين ونصف او خمسة او ايه او خمسة وعشرين والتخانة بتاعتها اللي هو سنكها خمسة سطلت. سقطت الألواح الرأسية ديت يا بش معندس. المسافة ما بين كل لوح و لوح. تمام? المسافة من المحور. من المحور يعني من نص اللوح ديت لنص اللوح التاني. تمام? المسافة ديت اتنين متر. طيب. اللي الواح دي هتفضل هي كده اوت واقفة. اللي هي بش معندس. هأمن. هسند Aly الواح ديت. هعمل لها دقم. الي هي عوارد الزن. من الواح اللي هي الي هي الخشب اللي هو الفليري. قطاع عشرة في عشرة او اتناشر اتناشر ونصف اتناشر ونصف او خمستاشر في خمستاشر تمام كل اللحين رأسيين هسندهم بايه بعوارد زن وبكده للأسف وقت حلقتنا خلص وإيه وإيه الحمد لله ان احنا خدنا بعض الاسئلة المهمة وان شاء الله هنكمل بأمر الله في الحلقة القادمة بأمر الله وإلى اللقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته